موسيقى مشاهدي قناة المغاربية الأفضل أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع ودع مسلم فرنسا كباقي مسلمي العالم شهر رمضان الكريم وعيد الفطرة المباركة في أجواء دينية ورحانية واجتماعية متميزة المساجد والمنظمات والجمعيات الإسلامية شهدت خلال هذه الفطرة حركية استثنائية ونشاطا متواصلا حيث توزعت أعمالها بين إعانة المحتجين وتوفير موائد الإفطار وجمع الزكاة وعديد الأنشطة الأخرى التي يعود نفعها غالبا للمسلمين ولغير المسلمين هذه المناسبات والأعياد الدينية تمثل أيضا فرصة ثمينة لمزيد تمتين العلاقة بين الأسر والعائلات وكل المكون الإسلامي وقد كان للجمعيات الإسلامية دور الفضل في توفير المنخ الملائم للمسلمين هنا لممارسة شعائرهم بكل يسر اليوم سنحاول إبرز أهم الجوانب التي مثلتها وتمثلها هذه المناسبات المباركة لدى الأفراد والعائلات والجالية عموما بغية مزيد تكريس قيم التكافل الاجتماعي وإبرز الصورة الناصعة لدين العدل والرحمة وكرامة الإنسان ولمناقشة جملة هذه المواضيع يسعدنا بالحضور معنا هنا في الأستوديو السيد عبدالصمد مريمي المنسق الوطني لمؤسسة الإغاثة الإسلامية أستاذ عبدالصمد أهلا وسهلا أهلا بك والسيد محمد هنيش أمين عام اتحاد الجمعية الإسلامية بضحية سان سان دوني أستاذ محمد أهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا أهلا بكم جميعا إذن نرحب بضيفينا الكريمين ونبدأ ويعني أستاذ عبدالصمد نحن نخرج الآن من مناسبات دينية متعددة أولا شهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر المباركي أيضا يعني كيف عشت أنت كمسلم وكفعل الجمعوي هنا في فرنسا هذه الأجواء أجواء العيد ورمضان نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني أزف لمسلمي فرنسا ولمسلم العالم عيد مبارك سعيد وكل عام ونحن بخير الحمد لله ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يديم علينا يعني نعم الأمن والسلام وأن يحول هذا الأمن إلى باقي الشعوب الإسلامية وغيرها من الشعوب التي تعيش الفقرة والاحتياج بداية أنه شهر رمضان في فرنسا يعني له أجواء استثنائية جدا جدا فالمسلمين في فرنسا يعني تتحول حياتهم ويعني يشتغلون أكثر على يعني زيارة المساجد ويتخلصون شيء من العادات التي يعني كانوا فيها خلال السنة ويتوجهون إلى العمل والصيام وإلى غيره من الأنشطة في رمضان بالنسبة إلينا يعني نحن عشنا أجواء رمضان في الحقيقة في الإغاثة الإنسانية في الإغاثة الإنسانية يعني كنا نشتغل يعني على الإغاثة اللهفان وإطعام المساكين والفقراء ونمشي في ذلك ونجوب فرنسا يعني أنا شخصيا جوبت فرنسا شمالا وجنوبا لهذا الأمر لهذا السبب وكنا في بعض الأحيان نصوم ونفطر يعني خارج ديار أو في أماكن نائية جدا فنحن عشنا هذه الأجواء يعني في حقها جميلة جدا وفي عمل يعني يومي في هذا الاتجاه في تجاه تضامن وغيره من الأشياء نعم يعني أستاذ محمد كيف عشت أنت أيضا أجواء رمضان هنا وهل توجد لهذه المناسبات الدينية خاصية في بلاد المهجر يعني ربما تميزه عن ما هي عليه في بلاد المنشأ أو في بلاد الإسلامية نعم أولا أستغل الفرصة حتى أحيي متابعي للقناة هنا في فرنسا وفي الضفة الأخرى للبحر المتوسط في المغرب العربي عيد مبارك للجميع وإن شاء الله يعيده علينا بالخير والأمان في كل مكان بالنسبة لسؤالكم صحيح هنا في فرنسا فيه جوء مختلف جوء مختلف لماذا؟ لأول شيء لا ننسى بأن نحن هنا أقلية فالدولة الفرنسية ليست بلاد عربية أو بلاد إسلامية فنحن في بلاد لا إيكية رسميا ولكن بخلفية مسيحية ونحن أقلية فمثلا صباح تخرج تجد الناس يأكلون يشربون مقاهي مفتوحة شباب يدخنون سيجارة إذن فالذي يأتي من المغرب يتفاجأ يقول نحن في رمضان أو ليس في رمضان إذن تحس نفسك بأنك فقط أنت وبعض الإخوة فقط يسومون الغالبية من المجتمع الجوء العام يعني خارج هو جوء عادي جوء عادي فهذا أولا بالنسبة لك صدمة ولكن بعدين أنت تتقبل وتقول لا علينا المهم فيه احترام للآخر المجتمع يحترمنا ونحن نؤدي رمضان في مجتمع يحترمنا الشيء المختلف هو كما قال الأخ الفاضل نرى نحن في المساجد إقبال كبير كبير جدا جدا على المساجد وعلى الصلوات وخاصة التراويح فالتراويح كنا ننتهي التراويح على الساعة الواحدة والربع حتى الواحدة والنصف والمساجد مملوءة على آخرها بالنسبة للشباب والنساء والكهول لكل أطياف المجتمع المسلم يأتي إلى المسجد وهذا بالنسبة لنا كمسؤولين مسؤولية كبيرة لأننا علينا أن نحضر كل هذا الشيء أن لا يتسبب هذا في إزعاج الجيران وبالنسبة لموضوعنا اليوم فالمسجد خاصة المسجد والجمعيات الإسلامية فوجدت نفسها أمام الاحتياجات قبل أن ندخل في صلب الموضوع ما هي الرسائل التي يحاول الشخص المسلم تمررها هنا بمناسبة هذه المناسبات الدينية ربما لأبنائه للمحيطين به للمجتمع الذي يعيش فيه حسب رأيك ما هي أهم القيمة التي يحاول أن يمررها بهذه المناسبات أظن أول شيء نمرره هي أن نفكر في الآخر نفكر في الآخر وخاصة الآخر الضعيف المحتاج المسكين الفقير الذي بدون مأوى بدون سكن بدون عمل فصيام رمضان يدفع حتى ندخل في صفة رجل محتاج ليس له فرصة للأكل أذكرك بأن الإفطار هنا في فرنسا كان على حدود العاشرة مساء ففترة وقت كبيرة من الرابعة إلى العاشرة بدون أكل بدون شرب وخاصة في الأيام الأخيرة كانت حرارة كثيرة فهذا دفع المسلمين أنهم يضعوا أنفسهم في وضع الناس المحتاجين خاصة في البلاد الفقيرة كالصومال كإفريقيا السوداء وخاصة الدول العربية التي هي في كما ذكر الأخ فقدت الأمان وهي دخلت في فتنة كبيرة وفي فوضى كبيرة فالمجتمع هنا في فرنسا المسلم أصبح يحس كثير يقول كيف يفعل هؤلاء حتى يأكلوا يشربوا بدون مأوى وبعضهم في تحت قنابل بعضهم مطاردين من مأواهم فأول شيء هو الإحساس بالآخر ومحاولة مساعدة الآخر نعم يعني تفضل طبعا هو أول رسالة رمضان في حقه عنده عدة رسائل ولكن ما يهمنا الآن هو أول رسالة يعطيها رمضان هو هي هذه رسالة التكافل والتضامن كما قال الأخذي أنه الشعور بالمحتاجين والشعور بهؤلاء اللاجئين والشعور بنعم ونحن نتحدث عن المرسبات الدينية عموما يعني هو رمضان قد مر الآن ولكن رمضان وعيد الفترة نعم ففعلا يعني رمضان وعيد الفترة وهو مناسبات للشعور بهؤلاء المحتاجين وهم فقط ليسوا فقط مسلمين يعني من جميع الفئات ومن غير المسلمين أيضا فهذا رمضان يعطيك هذا الرسالة حتى لغير المسلمين أن يشعروا بأن رمضان هو فعلا رسالته التضامنية الاجتماعية قوية جدا كما نرى يعني في بلاد بعض البلدان الأخرى الكبيرة مثل كندا هناك من يصم تضامنا يعني اسمه الصيام تضامني تضامني فقط لكي يشعر وهذا يذكرني يعني بأحد الأمريكيات ذهبت إلى فلسطين إلى غزة وسألت أحد الصائمات يعني الكادحات يعني ليس لها شيء في المنزل لماذا تصمني وأنت فقر أجد قالت له لكي أشعر أشعر بالذي ليس عنده طعام وقوت يومه وهي من بينهم أشعر به فيعني الأمريكي لم تجد قوة لكي تستمر ففاضت عينها فقلت هذه الرسالة الاجتماعية أساسية جدا عندنا نحن كمسلمين وإذا إلى جانب الرسائل الأخرى الروحية والتربية ويعني طربوية ورسالة يعني العمل على يعني نحافة الجسم الشوية حتى الإنسان يستطيع أن يقوم بأشغاله وأعماله فيعني هناك عدة رسائل يعني رسائل أمم الصحية ورحالية وكلها مجتمع سواء يعني هنا الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا ما المطلوب من المسلم القيام به وما المطلوب من غير المسلم ربما القيام به أو فهمه عن الإسلام وتمثل هذه المناسبات ربما الفرصة حتى يقع يعني هذا الفهم وهذا التداول بينهما نعم فحق هذا السؤال يعني مهم جدا المطلوب من المسلمين أن يشعروا بالآخرين يعني أن يشعروا أن يهتموا بماذا يريد غير المسلمين مننا فيعني كما قال الآخ يعني أن تكمل أن تنهي صلاتك على الواحدة والنصف يجب أن تحترم مجتمعك فلا يعني من ناحية اللي قلنا ركن السيارات من ناحية الكلام خارج من ناحية ناس تشتغلوا على الرابعة على الخامسة فيجب أن تحترم الآخر يعني خلال رمضان وغير رمضان فأنا أطلب يعني فحق من المسلمين وهذه نحن نهزمنا فيها كثيرا هو أن نحسن أخلاقنا رمضان يعيننا على تحسين الأخلاق وعلى ضبط النفس وعلى يعني الاحترام الآخرين هؤلاء المسلمين يعني يجب أن يتحلوا بما يعني يربينا عليه رمضان من ضبط النفس وتحسين الأخلاق واحترام الجار واحترام الآخرين هذه مهمة جدا غير المسلمين أن يفهموا المسلمين مثلا وهناك من بدأ يفهمنا نحن كمسلمين يعني يعني يحترموا فيك الصيام يعني يحترموا يعني حتى من ناحية العمل والشغل بدأ بعض يعني أرباب العمل أن يكيفوا ساعات العمل للمسلمين يعطيه يعني قدرة أو أن يخرج باكرا لأن الصياب سوف يعيقه في عمله فيعطيه وقت أكثر يعني لا يحاول أن يكيف وقت العمل مع غير للصائمين بالطبع ونحن كمسلمين يعني نحن دعاة رسالة سلام يعني نحن نريد السلام لفرنسا نريد الخير في فرنسا نريد للمجتمع أن يعم فيه الأمل وهذا أساسي في فرنسا وفي كل بلاد العالم بالطبع نحن نتكلم على المستوى الوطني نعم مستد محمد يعني كيف ترى أن ربما هذه المناسبات تمثل ربما فرصة لتكسير الصورة النمطية للمجتمع الغربي على الإسلام والمسلمين هناك صورة ربما مشوهة وهذا يعرفها الجميع فكيف ترى أنت يعني مناسبة لتكسير هذه الصورة حقيقة رمضان منذ زمان أصبح فترة 30 يوم للتقارب بين المسلمين وبقية المجتمع الفرنسي مثلا مائدة رمضان فيه ظاهرة جيدة أن في مائدة رمضان تقريبا يستدعى المسلمين وغير المسلمين وحتى غير المسلمين أيضا في يوم العيد دائما في المساجد يأتي المسؤولون السياسيون ليلقوا كلمات عن المسلمين نبدأ برمضان مثلا في 30 يوم فيه عدة موائد رمضان ومن بينها مثلا رئيس البلدية يأتي فهو يريد أن يأتي ويشاطر المسلمين في مدينته مائدة رمضان النائب المنطقة حتى المسؤولين الكبار في الدولة هم يأتون في رمضان لأنه أصبح رمز وحقيقة أصبحت أحسن يوم في حياة المسلمين في فرنسا هو رمضان لأنه إقبال كبير للمسلمين على رمضان وحتى الإحصائيات تقول إحصائيات بين أركان الإسلام الخمسة الركن الذي أكثر إقبال إليه للمسلمين هو رمضان أكثر من الصلاة وبطبيعة الحال أكثر من الحج فرمضان تقريب كل المسلمين يحاولون أن يؤدوا رمضان وهو تقريبا خاصة للشباب أول فرصة للدخول في بداية التطبيق وممارسة الدين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كما قلت في يوم صلاة العيد فتعتبر موعد مهم جدا لرئيس البلدية والنائب فهم يتصلون بنا حتى يعرفوا ليلة الشك هل يوم الأحد أو يوم الأثنين العيد لأنه يريد أن يحضر ولا يريد أن تفوتوا تفوتوا صلاة العيد فهم كلهم يأتون المسؤولين لصلاة العيد وقبل الصلاة حتى يبادلوا التهنئة بالعيد للمسلمين كيف قرأت زيارة إيمانيا الماكرو وحضوره لمأدوبة إفطار مع الجالية المسلمة وهي أول خروج لممثلي الديانات هنا في فرنسا كانت مع ممثلي الديانات الإسلامية ما قرأتك لهذا الحدث؟ أنا أعتبرها تقريبا في سياق ما يريد أن يمرره هذا الرجل من رسالة للمسلمين وغير المسلمين فهو يعتبر هذا الرجل إيمانيا الماكرو يعتبر ونتمنى له كل الخير يريد أن ينقس ويخفض الضغط الذي كان يمارس حول هذا الدين وحول هذا الجالية الإسلامية في فرنسا التي كانت تعتبر ببعض الخطاب السياسي كانت تريد أن نريها كأنها خطر على هذا المجتمع فإيمانيا الماكرو يريد أن يمر رسالة يعني يدخل فيه السؤال السابق الذي ترحت عليك هو تكشير الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين هنا حتى من خبل المسؤولين الفرنسيين وهو أراد أن يكسر هذه الصورة السيئة على الإسلام وأراد أن يظهر للكل بأن الإسلام يعتبر دين من الديانات المحترمة في فرنسا وأنه يريد نعم هو ثاني ديانة في فرنسا وبنسبة كبيرة جدا بقربة ستة مليون أو أكثر من المواطنين هذا أيضا اعتراف بقوة المسلمين الفرنسيين حتى على المستوى السياسي هنا إذا أردنا أنا لا أحب كثير أن نتكلم أن نشرحها سياسيا نعم فقط فترة حتى نمر إلى ماكرون لأول مرة في حفل التعيين قد حزم ونادى على الرئيس السيفسعيم المؤسسة الرسمية التي تمثل المسلمين حضر حفل تعيين ماكرون وهذه سابقة لم تكن من قبل حضر بشكل رسمي الأستاذ أنور كبيرة بالشعالة هو هذا الذي يقول هو بداية أو كما نقول تأكيد تأكيد الاعتراف المجتمعي المستوى الأفقي بوجود المسلمين ويعني أنا الآن ربما الأحسن شيء يقدموه لنا يعني الدولة الفرنسية هو أن تعطينا يوم عطلة يوم العيدين يعني وهذا كان مطلب ولازل أن إذا نظرنا إلى العطلة كلها ترتبط بمناسبة فبالأحرى يعني مثل يعني هذين العيدين الكبيرين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى أن تعطى لنا عطلة رسمية بدون أن نحتاج إلى أن نكتب في دفتر أو كناشت للمراسلة طفلي سوف يتغيى بمناسبة عيد الفطر نعم وهذا ربما يطرحوا إشكال آخر ربما نتناوله في حلقات خادمة وهو توحيد العيادة الدينية الإسلامية هنا في فرنسا فهذا أيضا مشكال والعادة الأخرى التي يعني أردت أن تكلم فيها لذكرها الأخ هو هذه الإفطارات لغير المسلمين وهذا يعني يعتبر أنا كيبلي هذا عين الاندماج هو أن تقيمه وهذه أصبحت من عوائد المسلمين في فرنسا على المستوى الوطني يعني كل المساجد كل المؤسسات يعني الإسلامية التي عندها قدرة بالطبع تقوم بإفطار جماعي يحضره وتصر على غير المسلمين وهذا أساسي جدا يعني نحن نتجاوز أنا شخصيا أتجاوز مسألة البعد السياسي القضية أن يحضر يعني رئيس البلدية فقط لأنه يريد أصوات المسلمين أو غير فهذا أبعد من ذلك هو أبعد من ذلك عندما يعني يحضر رئيس بلدية ليس في حاجة إلى أصوات المسلمين فأصبحت من عوائد عوائدنا في فرنسا تقليد التقليد يعني أننا نقيم إفطارات ويحضرها غير المسلمين كذلك أمر آخر إذا سمحت أنه عملية تقديم وجبات الإفطار هي كانت في هذه السنة أنا رأيتها بأم يعيني كانت لغير المسلمين أيضا يعني موائد الإفطار وتقديم وجبات للعوائل المحتاجة كانت لغير المسلمين أيضا وكانت للسجناء لغير المسلمين أيضا وفي المؤسسات يعني طبية من المستشفيات لغير المسلمين أيضا يعني الحمد لله هذه السنة أنا رأيت يعني الأمر يعني فعلا أصبح ربما هو ربما هذا الهدوء السياسي الذي جاء به مكرون فتح المجال للناس أن يندمجوا وأن يتحاوروا وأن يقيموا إفطارات وأن يكون الأمر جميل جدا طيب في هذه المناسبات يعني أستاذ نعود ربما إلى موضوعنا تكثر عمليات التكافل الاجتماعي هنا بين المسلمين يعني في مناسبات رمضان في مناسبات العياد الدينية وما إلى ذلك أين تتجلى حسب رأيك أهم ظهر هذا التكافل التكافل في عدة جوانب مثلا أنا أريد أن أعود إلى نقطة بالنسبة لمائدة إفطار رمضان فيه المسلمين وغير المسلمين ولكن علينا أن أريد أن ننبه إلى نقطة في المسلمين ليس إلا الفقراء أنا وجدت كثيرا من المسلمين شباب ذوي الدخل المرتفع المرتفع أصحاب مناصب حساسة ومناصب دخل كبير يريدون أن يأكلوا في المسجد ليش؟ لأنه هو وحيد غير متزوج وحده ولا يريد أن يأكل وحده فهو يأتي إلى المسجد ويدفع يعطي بزكاة أكثر وصداقة أكثر وهو ممكن يذهب إلى مطعم ممكن أن يأكل في بيته ولكن يريد الجو فهو يحب الجو الجو رمضاني وهو ليس في حاجة إلى مساعدة هو يستطيع وحده أن ينفق على عشر أو عشرين مفتر ولكنه يريد الجو هذا جانب مهم جدا أن الناس في فرنسا كثير منهم يعيشون عن انزواء مع عدى بعض العائلات الكبيرة ولكن كثير طلاب يأتون من المغرب العربي أو عمال فهم وحدهم فالمسجد يعتبر بالنسبة لهم عائلة عائلة تجمعهم يأكلون مع بعض يفطلون مع بعض ويصلون مع بعض في التكافل عدة عائلات تأتي إلى المسجد إما لمساعدة لدفع الكراء مثلا أن بعض العائلات لا تستطيع أن تدفع الكراء فنحن المسجد بعد التقصي في يوم الجمعة أو نتصل بالأصحاب الخير نقول لهم عائلة فلانية أو الإمرأة فلانية لها أطفال لا تستطيع أن تدفع الكراء فنحن نساعد في هذا الباب نساعد في القفة الرمضانية في رمضان وحتى بعد رمضان بعد رمضان فيه مساعدات في المسجد تقريبا كل المساجد الحمد لله دخلوا في هذا الجانب فنتصل بالأسواق الكبيرة فتعطينا الخضر والفواكه وبعض هذا ونوزعها للعائلات المحتاجة فتقريبا المسجد يعتبر الآن حاليا نقطة وصل بين أهل الخير والمحتاجين فنحن نحاول أن نلقي بين هذا وهذا بين تكافل حتى في قضية الزواج بعض كثير من الشباب وحتى شبابنا الآن في الطريق شابة تصلت به تريد أن تتزوج وقلت له خلاص بعد رمضان سنشوف لك حل بعد رمضان ما كان عنه وقت مبارك عليها مسبقا إن شاء الله إن شاء الله أصبح المسجد كل المشاكل تأتي إلى المسجد ومثلا آخر واحد يريد أن يذهب إلى الحج ولكن عنده لقب هو من المغرب البلد الشقيق ولكن غير لقبه لأنه أصبح فرنسي كان لقبه طلال أصبح جون ريك ولما يريد أن يذهب إلى الحج تورت قالت الآن السعودية ما تريد تشك في دينه هيأتي إلى المسجد أصبح المسجد مكتب خدمات مكتب خدمات وحمد الله فيه خير كثير وتحس نفسك بأنك فيك فائدة وأنك تؤدي خير في هذا المجتمع هل هناك أشياء ربما أخرى نعم أنا أردت أضيف إحصائيات دقيقة حتى لا نكون نتكلم فيها في الأخر أنا أتيت اتصلت بالجمعيات وخلال العملتها أنا شخصيا فعندي إحصائيات مثلا للإخوان في الجمعية الجمعية الدين المسلمي سانتيتيان سانتيتيان ماشي اسمه ستيفانيز الجمعية جهة روون هؤلاء هم كغيرهم ولكن أنا فقط أردت أن أخذ من كل نقطة من فرنسا عينة هؤلاء أقاموا إفطارات للمرضى للطلبة لللاجئين للسجناء كلهم يعني هذا عنا كذلك تقديم في أرجونتاي أرجونتاي جمعية يسميها لايس بي لايس بي الجمعية العمل الخيري أو التكافلي والعمل الخيري تقدم واجبات غداء لأكثر من 600 عائلة ونفس هذا الجمعية هي في كوربا إيسون تقدم لأكثر من 100 عائلة يعني هذا إحصائيات وعنا لفيش تحوم وعنا يعني إحصائيات دقيقة مرقمة بملفاتهم وبكل شيء يعني في سندوني كان الخيمة خيمة الإفطار كما تعلمون في سندوني أقمت هالسكور سكور إسلامي مع جمعية أخرى فرنسية يعني أقموا خيمة الإفطار خلال رمضان كله عنا في ليون الإغاثة الإنسانية تقوم بوجبات في المحطات والساحات يعني حقيقة كان أشياء ملموسة ومسك الختام زكاة الفطر العينية فيستفدوا منها حتى غير المسلمين يعني التوزع للفطر بما فيهم غير المسلمين غير المسلمين يأخذون أنا عندي زكاة فطر الآن أعطيها لغير المسلمين يعني فهذا كله إشاعة هو فيه خلاف يعني فقهي ولكن نحن نمشي مع الرأي الذي يقول لأنك أنت تستفيد في المجتمع الفرنسي فكيف لا تفيد أنت تأخذ من المجتمع الفرنسي تأخذ حتى أعضاء يعني لزورغان دي الجسم فكيف لا تكون أنت مساهم وتنظر إلى هذا الأمر بأشياء إيجابية فهذه كلها يعني واقع نراه ونعيشه ويعيشه المسلمين الفرنسيين هنا والحمد لله طيب مشاهدين الأفاضل ينظموا إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الغمقي أستاذ باحث في الشؤون الإسلامية أستاذ محمد أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أين تكمن مظاهر التكافل بين المسلمين وهل هي طبعا مناسبتية أم دائمة أم يعني وإلى ماذا تعود أسبابها تحديدا بالنسبة لي التكافل يعني يبقى حسر رأيي هنا مازال بعيفا يعني في مناسباتي فقط ذكرت ليوفكم بكروا خضية رمضان ومواد الإفطار ووجبات الأكل أظن أن التكافل المفروض أنه يذهب إلى أبعى من ذلك خاصة ما يتعلق بقضايا الأسرة يعني لا نجد مثلا في بعض النساجد يعني مراكز أو وجهات أو من يهتم بمشاكل الأسرة سواء من الشباب أو العلاقات الأسرية وهذا أيضا مهم جدا في هذا الإطار ولا تبقى فقط منسباتي بشهر رمضان أظن أن هناك يعني إشكالات كبيرة تحتاج إلى الاهتمام بوضع المسلمين هنا في فرنسا وفي أوروبا عمما أن القضايا التي يعني يمرون بها يعني إشكالات كبيرة ولكن لا تجد من يهتم بهم من داخل المسلمين وخاصة دور المساجد غيثة فقط هو للعبادة وأنما المفروض أن القائمين على هذه المساجد ويتحول إلى نوع من المشاريع يعني وتخصصات حسب اهتمامات ما يسمى المسلمين في فرنسا وأوروبا وهذا يحتاج إلى تركيز العقلية المؤسستية داخل هذه المساجد وغيرها وكلما كان هناك معامل مؤسساتي وفيه عمل تخصصي يكون هناك التكافل الاجتماعي سيكون هو جزء من هذا النشاط ولا يبقى فقط الاهتمام بطبع رمضان هو المناسبة لهم نظرا لطبيعة رمضان والجانب الروحي وروحان وإذلك يعني أستاذ حتى في غير رمضان نحن نتحدث عن التكافل الاجتماعي عموما حتى في غير المناسبات الدينية في غير رمضان وفي غير عيد الفتر والأفحى يعني كيف تقيمه أنت هنا في فرنسا أنا أعتبره ما زال ضعيفا خارج العمل الخيري يعني ما يسمى مؤسسات خيرية التي تقوم بعض المشاريع ولتقديم بعض المعونات أظن أن قضية التكافل الاجتماعي يبقى دائما يعني يعطي فكرة أو طابعة عن المسلمين هنا في فرنسا وروفا كأنه عملية دائما هؤلاء دائما ما زالوا في وضع مادة ضعيف وهناك يعني كفالة ضعافة لا بد أن نخرج من قضية المحتاجين والضعافة ونمر إلى قضايا أبعد يعني أن المسلمين كما قلت فيها ذكر قبل قليل أحد ضعيفكم قضية الزواج العلاقات الأسرية يعني التكافل الاجتماعي أبعد من هذا قضية مثلا مساعدة الأبناء في دراستهم كله يدخل في إطار التكافل الاجتماعي ولا يقتصر على تقديم مساعدة مالية أو يعني تقط في مناسبات أو ذلك أظن أن الموضوع يحتاج إلى أبعد من قضية المساعدة المالية وأن تخرج نغير الصورة النمطية عن المسلمين هنا أنه من أساني فيهم نسبة كبيرة من المحتاجين وأن فيهم يعني لا بد أن نقدم صورة أخرى ولكن أستاذ يعني واقعيا هو كذلك فهم فيهم نسبة كبيرة من المحتاجين وفيهم نسبة كبيرة من الفقراء لأنهم يمثلون الطبق العامل الطبق الشغيل الطبق بين الضفرين يعني ربما ضعيفة الحال هذا واقع نعيشه ونرهه بيوم العين ولكن نتعلم في تركيز على هذا الموضوع الشكال هو في التركيز هل تتطبع الصورة كأن جنوب المسلمين في هذا الجانب فقط يعني أظن أن هذا يحتاج كما قلت إلى نعمل التخصص يعني جهة داخل المسجد أو داخل مؤسسات إسلامية تهتم برعاية المحتاجين وضبط احتياجاتهم هذا فرع أو هذا نقطة مهمة جدا لا بطبع يعني تحتاج إلى من يقوم عليها ولكن أظن أنا قلت أن أبود نحتاج إلى تطوير فكرة التكافل الاجتماعي خارج قضية الاحتياج المالي ومساعدات المناثباتية لأن هناك إشكالات كثيرة اجتماعية عليها علاقة بالأسرة والزواج والدراسة وملفات كثيرة تحتاج من يقوم عليها هذه الملفات وبالتالي تخرج حتى لا نعطي دائما صورة أن المسلمين بدأ يتغير حالا صحيح أن هناك نسبة من الضعافة والفقراء ولكن بدأت تتغير خاصة ضيفكم أن بعض الآن الشباب أصبح يشتغل في مناصب وفي أندو عمل ولهم مادية تحسن وضع المسلمين نعم أستاذ إبقى معنا هنا الأستاذ ربما لهم بعض تعقيب تفضل أستاذ عبد السمت هل لك تعقيب؟ نعم أخي صديقي وحبيبي كان معي في الدراسات العليا هو في الحقيقة التكافل في فرنسا والتضامن بشكل عام هو لا ينتهي فقط في رمضان أو لا يكون هناك تكافل لأن عبر السنة في الحقيقة التكافل أو ما يسمى نحن في الشتاء الساخن للناس أو عملية الشتاء الساخن لاستقبال اللاجئين يعني اشتغلنا عليه كثيرا استقبال اللاجئين خلال السنة ثم هناك الأمر الأساسي هو إنشاء مؤسسات تشتغل من داخل المساجد في التكافل يعني جمعيات داخل المساجد تشتغل على التضامن والتكافل الاجتماعي جمعيات تشتغل على التزواج وعلى الزواج يعني هذا الأمر ثم الأمر الأساسي الذي أردته أن أثيره لكيف يفهم الأخذين هو تأسيس المساجد تأسيس المؤسسات الطربوية من مدارس ومدارس إعدادية وكذا كلها جاء عبر التكافل ثم الأمر آخر كثير يعني يجب أن يعرفها الأخذين ربما لا يعرفه هو هناك عندنا جمعية أسسناها جمعية يعني يشرف عليها بعض الإخوة المهمين من خرج المدارس العليا يشتغلون تكافليا يعني بطريقة تكافلية على تهيئ أطفالنا وأبنائنا من داخل الثانويات تهيئهم للدخول إلى مدارس العليا رونوفو تسمى رونوفو وهي منتشرة ولها أعمال يعني في فرنسا لم تتعدت للدفرونس يعني باريس وضواحية أصبحت تشتغل هذه تشتغل بطريقة تكافلية تجمع أموال عبر العشاءات لكي تمول هذه العملية للتهيئ التلاميذ وتشتغل عليهم في السوتيان سكولار يعني في الدعم المدرسي حتى يكون عندهم قدرة لكي يدخلوا المدارس العليا يعني كل هذه الأشياء التي ذكرتها تتم عبر التكافل وخلال السنة يعني فقط تفضل أستاذ الحمد أذهب في اتجاه الأخ الكريم ولكن متفق مع الأخ ممكن ظن أن الجمعيات تشتغل فقط للمساعدة المالية وحتى المساعدة المالية لا نعطيها صورة كبيرة لأنها رمزية نحن لا نستطيع أن نحل كل المشاكل ولا نريد أن نحل كل المشاكل لأنه بعدين سنورط الناس معنا يبدأ الناس كل مرة يأتي إلى المسجد عندي كراء عندي أشتري كذا وكذا لا المسجد ما ما هو هذا الحل نحن نحل فقط إذا كانت مشكلة طارئة ولكن بالنسبة لما قاله الأخ نعم النقطة الأولى بالنسبة لمساعدة الشباب للدراسة فتقريبا كل المساجد بالإضافة إلى الصلوات والأمور الدينية فيه جانب ثاني هي تعليم اللغة العربية والسوتيان سكولير مساعدة الشباب على الدعم المدرسي بالنسبة خاصة للباكالوريا مثلا الآن تقريبا كل المساجد فيها شباب ذوي الدراسات الكبيرة يساعد الشابات والشباب لتحضير لامتحان الباكالوريا في المسجد المسجد يحدد لهم مقاعة خاصة لتحضير تقريبا مجانا ما فيه مقابل من هذه الشباب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الجانب الاجتماعي حقيقة الجانب الاجتماعي نقضع جانب المادي ولكن الجانب الاجتماعي بالنسبة لنا أمر مهم جدا مثلا قضية الطلاق نحن نعمل كثيرا خاصة في المسجد يوجد الحكماء الناس الكبير السن تقريبا هم بطالين ما عندهم عمل ونحن نريد أن نحسسهم ونعطيهم مسؤولية نقول أنتم حكماء المسجد إذا كانت فيه مشكلة في العائلات أنتم تذهبوا إلى العائلات أو العائلة تأتي إلى المسجد وأنتم تحاولون أن تجدوا حل وأقول لك صراحة هذا الجانب له خير كبير هؤلاء الحكماء هم يحسون نفسهم بأن لهم دور في المجتمع والعائلات لما تتصل به خاصة النساء تقول أن زوجي يريد أن يتطلق أو زوجي ضرباني أو زوجي ذهب أو زوجي يريد أن يتزوج علينا يريد أن يتزوج علينا نقول لهم هل تريد الحكماء يأتوا عندكم أم أنتم تأتوا إلى المسجد وفي النهاية تقريبا أكثر من 90% دائما حل لماذا يأتي أربع أو خمسة رجال كبير سن فهم يجدوا حل خاصة تقريبا هم كلهم شباب هذا نساعد كثير مثلا قصة واحدة فرنسية غير مسلمة تصلت بالمسجد لأن ابنتها دخلت للإسلام وهي تخاف قالت لي أنا ما عندي مشكلة ضد الإسلام ولكن بالنسبة لما أعرف التلفزيون أخاف أن بنتي أجدها في سوريا أو أجدها في كذا فنقوم بنفس الشيء نأتي بهذه الأم وبالبنت ونقول لها إذا كانت بنتك تأتي إلى المسجد ولها الرفقاء أو هل ناس رواد المسجد وأنت تتابعينها وإذا شككت في شيء اتصل بالمسجد فبعدين الأم حتى الآن هي غير مسلمة ولكنها أعجبت كثيرا بأن المسجد حريص على مستقبل البنت والبنت صغيرة فنحن دائما في القضايا الاجتماعية لنا خالية تشتغل على هذا الجانب لأنه جانب مهم جدا الجانب الاجتماعي فالناس لا يعيشون إلا بالمادة في هذه العلاقات والعواطف هذا مهم جدا خاصة مثلا عائلة الزوج يريد البنت تريد أن تطلق مرأة تقول زوجي لا يراني لا يأتي إلى البيت إيش وضعي أنا أريد خلاص وضعه لحد هذه كثير من مشاكل مثل هذه دعنا نعود إلى الأستاذ محمد أستاذ محمد أنت ذكرت ربما أن العمل هنا غير كافي ليس بالقدر الكافي طيب ما هي المقترحات أو ما هي المحاور التي تقترحها أنت ربما ليكون العمل الجمعوي والعمل التكاوهل فيها بأكثر ربما أكثر قيمة فقط ألاحظ أن لم أقوم هناك غياب ولكن قلت هناك ضعف الموضوع وبطبع الإشكال في العمل الاجتماعي الإسلامي في فرنسا وفي أوروبا التفاوت ماذا الأخوة الحاضرين دعوكم الكرام دل على وعي هؤلاء عندما يكون القائمين على المؤسسة الإسلامية المساجد أو غيرها من الواعي منفقفين يعني واضحا أنه كلام أن هناك انفتاح على واقع المسلمين وطرح قضايا كما قالوا تتجاوز قضايا فقط لجانب المساعدة المالية فهذا مهم جدا الإشكال عندنا في فرنسا وأوروبا التفاوت بين المستوى القائمين على المؤسسات بينما ما زال يعيش على قضية المسجد هو فقط مصطلات العبادة ولا يهتم أبدا بالقضايا الاجتماعية وبين مؤسسات مرتطورة جدا الآن من حيث لأن القائمين عليها أناس عندهم فتاح وعندهم واعي وهذا مع الأسف يحتاج إلى تنسيق بين العاملين في الشأن الإسلامي حتى يتعاون من أجل رفع مستوى هذا التكافر الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ومن بين مقترحات مثلا لأدلا أن هناك في دخل المؤسسات الإسلامية والمساجد وغيرها قطعما خاص بالمسلمين الجدد ما يسمى المعطنقين ذكر الأستاذ ضيف أن متزوج أو إنسان معطنق الإسلام هؤلاء مثلا نلاحظ بعد صلاة العيد لن نجد من يهتم بهم يعني يذهب هذا المعطنق الإسلام يعود إلى أسرته غير المسلم ولا يعيش أجواء العيد مثلا فليس هناك من يصاحبهم من يتكسلهم لا توجد متابعة لمعتنقي الإسلام الجدد ليس هناك قطع خاص بهؤلاء في دخل المؤسسة لكي يهتم بهذه الشريحة المهمة الآن من المسلمين ولكن هي فقط أحيانا لقاءات خاطفة واستشار ويذلك أظن أن مثلا الشارك هؤلاء في الإشراف حتى عن المؤسسة هذا ما زل العقلية لم تتطور لهذا الأمر لا نفكر في إدراج أو في إشراك هؤلاء في نشاط المؤسسة وأحيانا لهم نسبة كبيرة من المستوى الثقافي فلماذا لا يشارك هؤلاء في هذا العمل أو ماذا من قطاع الطفولة ذو كلا قطاع الشباب ونحن نتكلم كثير على تقريبا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الغمق هو كان يتحدث عن ربما تأطير الشباب في المساجد وتأطير الشباب في الجمعية الإسلامية هنا وفعلا نرى أن هناك معذلة ربما في الشباب المسلم هنا فكيف ترد على هذا هذا الذي أشار إليه الأخ فقط هناك تفاوت تفاوت ما بين المؤسسات الدينية في فرنسا تفاوت ما بين الإسلامية بالطبع هناك بعض المساجد التي هي مهيكلة بشكل جيد جدا فعندها قطاع الشباب في جمعية عندها قطاع النساء قطاع المسلمين الجدد قطاع وخير ودليل أن الإفطار الجماعي أو الحفل الجماعي الذي أقيمه في ساندوني ربما الأخ هو قريب من ساندوني مدينة القديس دونيس فأقيمه حفل في الخيمة حفل كبير جدا لكل الناس وذهبوا يعني أنا أسكن في جهة قريب من أورلي ذهب الشباب أو الناس الذين يسألهم عوائل ذهبوا ليحتفلوا بالعيد في تلك الخيمة يعني كين إحساس ففقط قلت هناك تفوت ما بين مسجد ومسجد مؤسسة ومؤسسة وإلا فإن الوعي قائم بأن يجب أن يكون هناك قطاع الشباب قطاع المسلمين الجدود أو جمعية قطاع الزواج قطاع كذا فكل هذا يعني نحن نحن ماشيين في هذا الأمر إلى ذلك أنا أرطى أن أشير إلى العمل الخيري الفرنسي يعني تجاوز الحدود يعني يجب أن نعرف هذا يعني تجاوز الحدود إلى إفريقيا إلى العراق إلى سوريا فالأموال تمشي من هنا إلى تركيا إلى غير ذلك من المناطق اللاجئين فالناس الفرنسيين يذهبون ليشرفوا على العمل الإنساني هناك يعني مسلمين وغير المسلمين وبالطبع يعني لا يمكن أن نقول ربما الجانب الإسلامي هو ضاعف أو في الجانب المسجد أين على ذكر الأموال الزيان أستاذي يعني من أين يأتيكم الدعم تحديدا من أين تتحصل هذه الجماعيات على الدعم هو من مسلمين الفرنسيين والفرنسيين بشكل عام مسلمين وغير المسلمين مثلا أنا أشتغل في الإغاثة الإنسانية يعني هي مؤسسة عالمية عندنا يعني دي بارتونار يعني اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة البرنامج الغذاء العالمي برنامج الطيف برنامج كذا والمسلمين كذلك الفرنسيين يساهمون في هذا الأمر وفي هذا الشيء وغير الفرنسيين أن تأتيني أموال من غير المسلمين في فرنسا فنشتغل الأمر تعدى الدعم تقريبا دعم المساجد في فرنسا 90% منه هو دعم محلي فرنسي 100% في محلي بعض الدول تريد أن تكون لها موطع قادم هنا في فرنسا فتمويل بعض المساجد ولكن على ذكر الدول نحن هنا دول المغربية دول المنشأ هل تساهم مثلا في ربما دعم جمعيات بعينها هل تساهم في دعم جمعيات إسلامية أو مساجد نعم يعني تتلقون أنت مساعدات من دول المنشأ شوي شوي بعض الدول التي تريد أن تكون لها دور في فرنسا مثلا الجزائر المغرب تونس لا تونس ليست لها سياسة أن تكون لها ورقة إسلام في فرنسا تضغط بها هنا وتلعب بها هنا المغرب الجزائر نعم تركيا نعم بعض الدول في الخليج نعم هذه الدول تريد أن تدفع بأموال حتى تكون لها مواقع قدم هنا في فرنسا لتستعملها في سياستها الخارجية أو الداخلية يعني الغرض ليس غرض تقريبا هذه دول ليس مؤسسات خيرية هذه الدول لها مصالح والدولة تمشي مع مصالحها هذه الدول لها استراتيجية ولكن حتى يكون الأمر في إطار هذه المساعدات لا تتجاوز 10% تقريبا 7-6% من مجموع الدعم الذي يأتي إلى المساجد فالمساجد تقريبا أكثر من 90% دعم محلي فرنسي فرنسي فقط 87% ولكن لأمور سياسية فهذه تكبر وتعطى لها حجم أكبر من حجمها أو هو دعم مناسباتي مثلا خلال رمضان يبعثون إما يقومون بالصلاة أو عندما بعض المصاحف أو بعض المصاحف بعض التمور ولكن هذه نقطة ليست مهمة كثيرا ولكن تقريبا أريد أن أنبه فتقريبا 90% من المساجد في فرنسا بنيت بأموال المسلمي في فرنسا يوجد مقال وكالة الأنباء الفرنسية يوم العيد العنوان بتاعه هو انتقال الإسلام في فرنسا من ليكاف إلى المساجد الكبرى من الكوف إلى مساجد كبرى نعم فحقيقة وحتى أجيب الأخ تقريبا الآن علينا أن نعطي وقت لإسلام فرنسا لأننا الآن تقريبا كان تقريبا في المراهقة الآن ندخل في سن الرشد فتقريبا الآن لنا مؤسسات كبيرة في السابق أنا العشر سنوات تقريبا كان مساجد صغيرة عشرين سنة العيد كنت أصليه في مسجد باريس عشرين سنة نذهب إلى مسجد باريس حتى نصلي الآن الناس لا تذهب إلى مسجد باريس الناس تصلي في حيها في مدينتها بعد عشر سنوات تكون لنا مؤسسات كبرى وسنذهب إلى ما نصحنا بها الأخ ففي المؤسسات تكون فيه جناح خاص للنساء جناح خاص للمسلمين الجدد جناح خاص للأمور الاجتماعية والشبابية ولكن على ذكر الإسلام الفرنسي وعلى ذكر ربما مسجد باريس والمساجد هناك نقص في المساجد يعني رغم كل المجهودات ما زال له نقص كبير في المساجد وهناك مساجد تغلق وهناك بلدية تغلق المساجد ما هو مدى تعاملكم مع الصورة الفرنسية هنا في هذا المجال هل هناك إعانات من الصورة الفرنسية هل هناك تعقيدات هل هناك يعني لو توضح لنا الصورة نخرج عن لعمل التكافل يعني. طبعا في عمل التكافل. وكما قلت أنا أن بناء المساجد جاء عبر عمل التكافلي والاجتماعي بين المسلمين. وكما قال الآخر هناك أكثر من 90% من المساجد أو 95% أكثر 90% من المساجد. قول مئة في المئة. بنيت بأموال المسلمين في فرنسا. لكن هناك بعض الدعم. يعني كما قال الآخر وهو كما نقول بفرنسية دعم بوينتي. يعني مناسباتي. عندما أنت تحتاج إلى أن ترمم أو تحتاج في المرحلة الأخيرة تطلب دعم. فيرى أن العمل قد كتمل. يجيك دعم فقط لكي تستكمل الأشياء. وفي حقيقة المساجد في فرنسا بنيت بأموال المسلمين الفرنسية. يعني السلطة الفرنسية لم تتدخل. السلطة الفرنسية كان دعمها جاء هو تسهيل العملية. مثلا نحن في مدينة قريني عندنا مسجد كبير. جاء عبر تسهيل العمل. فكان عنا عمل مشترك مع البلدية ومع الولاية أو المحافظة. فسهلون الأمور. ولكن تقديم الأمر. نحن كمسلمين كنا واعيين بتقديم الأمر. يعني بتقديم الاحتياجات للمسلمين. فلم نذهب ينطالب بالطريقة التقليدية النقابية كذا. بل وضعنا السلطات على الصورة مسلمية في هذه المدينة. حتى نبسط الأمر للسادة المشاهدين. فهناك قانون فرنسا هو قانون فصل الدين على الدولة. وقانون عملية الدولة. وهذا قانون مطبق منذ سنة 1905. ويطبق على جميع الأديان. يعني كيف تطبق فرنسا هذا القانون مثلا على الجانية المسلمة. تفضل أستاذ. بالنسبة لسؤالك. يمكن أن تتفاعله مع بعض. سؤالك وجه بالنسبة للمساجد. في فرنسا على حسب الإحصائيات والمعطيات الداخلية الفرنسية. يوجد في فرنسا 2300 ما نقول مسجد. نقول مصلى. مكان الصلاة. لماذا؟ لأن ممكن تجد قاعة فيها 100 متر مربع. ممكن تجد مسجد كبير 3 ألف متر مربع. إذن 2300 مصلى من 100 متر مربع إلى 4000 متر مربع. وهذا العدد ضئيل 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 جدا بالنسبة ل 5 مليون أو 6 مليون مسلم. فالظاهر ونرى هذا بالعين المجردة يوم العيد ويوم الجمعة. يوم الجمعة فالمساجد كلها مقتضة حتى نصلي في خارج على الطريق على الشارع أو نطلب من البلدية أن تعطينا قاعات مثل ما رأينا في الروبورتاج قاعة للرياضة حتى نقوم بالصلاة. ففيه مشكلة كبيرة. نقطة أخيرة بالنسبة للمساعدة المالية قانون فرنسا يمنع الدولة أن تساعد ماليا أي دين. ولكن للحق يقال أن في فرنسا في 2007 يوجد شخص اسمه نيكولا ساركوزي تقريبا غير وقلب طاولة بحيث أنه سمح بإعطاء المساجد أرض مجانا وهو ما يسمى بالباي أومفتيوتيك باي أومفتيوتيك معناها أن أنت صاحب مشروع مسجد فالرئيس البلدية له الحق أن يعطيك قطعة أرض من 100 مطر مربع إلى 7000 مجانا تبني المسجد بتاعك يعني الوقت تقريبا يدهمنا يعني لا توجد تعقيدات ربما هنا في فرنسا الآن أقل يعني حتى قانون الإرهاب هذا ربما الذي يدقق في الحوالات البلدية والأموال وكذا لا هذا فيه مشكلة لأنه فيه بعض التجاوزات وعلينا أن نقول تقريبا 30 مسجد أغلق في قانون الطوارئ 30 مسجد من 2300 عدد كبير عدد كبير فتقريبا 10 من المئة من المسجد أغلقت هذا أمر سبب ضرر كبير للمسلمين ونحن نقول مثلا مستشفى أنا دائما أقول إذا كان فيه مستشفى طبيب أو جراح مفسد هل نغلق المستشفى نقوم بالطبيب ونرميه في مدرسة يوجد معلم مثلا له سوابق جنسية هل نغلق المدرسة نقوم بالمعلم المدير ونرميه فليش نقول بأن المسجد فيه رئيس الجمعية أو إمام له خطاب متطرف ونغلق كل المسجد فنحذف هذا الرجل ونترك المسجد مفتوح نعم هل كتعليك أستخدم نعم هو هذا الأمر إذا كان هناك هذا الميزان أو أخذ الأمور بدبل فاس يعني بطريقة أنه عندما يكون مسجد نحرم جميع المسلمين الذين يراودون أو يذهبون إلى هذا المسجد وعندما يكون غير ذلك فنتعامل معها بطريقة قانونية وبطريقة كذا هذا الأمر الأمر الثاني الذي أردت أن أشير أختم به كلامي هو نقص المساجد ليس فقط في نقص العدد وحتى في المساجد الموجودة الآن يجب أن يعني بالطبع عندما نقول ومسجد لا نذكر المساجد الكبير التي عندها لنورم دي سيكوريتي يعني الأمور التي القانونية التي يجب أن تكون هناك مساجد صغيرة لا هي فقط للديباناج لا تتوفر فيها شرط السلامة لا تتوفر فيها شرط الصحة وفرط السلامة وشرط الأمن فهذه المساجد كذلك هي مهددة معرض للغاو هي مهددة لا يقتصرنا حلقتنا فقط يعني على المساجد يعني ربما حتى في المستشفيات وزيارة المرضى وحتى يعني في حالات الوفاة ونقل الجثمان إلى البدان الأصلية وما إلى ذلك هذه كلها عمل جمعوي صح عمل جمعوي يعني نقل الجثمان والعائلة تأتي إلى المسجد حتى نساعدها في نقل الجثمين إلى البلاد الأصلية فهذا دائما نعود إلى المسجد صلاة الجنازة في المسجد التغسيل دائما تعود إلى المسجد فالمسجد تقريبا من الولادة الطفل إلى مماته فهو دائما يعود إلى المسجد طيب ما هي أهم العوائق أمام العمل الجمعوي وعمل التكافل هنا في فرنسا باختصار الوقت تقريبا انتهى هو عوائق العمل التكافلي في فرنسا هو أن يفهم المسلمين هذا العمل يعني هو ليس كما قال آخر ربما أتفق معه الآن أخ الفقي أن المسلمين لا يفهمون كثيرا أو ليسوا عين أكثر فقط يتعاملون مع العمل التكافلي والتضامني بطريقة عاطفية عندما يرون الصورة في التلفازة أو في القنوات يبكون ويريدون أن يبحثوا عن مساعدة لكن في تاريخ الإسلامي يعني عند المسلمين العمل التكافلي ما يسمى الآن هو بالوقف الإسلامي الآن كل المساجد كان لها وقف والمؤسسات الدينية والمؤسسات الاجتماعية والمدارس والمستشفات المارستانات كلها كان عندها وقف يدعمها ويقوم عليها وهذا الذي نريد أن يعيه المسلمين الفرنسيين يعني كان الإمكانية أننا نقيم أوقاف لكل مسجد يجب أن يكون له وقف يدعمه حتى لا نرجع إلى المؤسسات خارج البلاد أو كذا شكرا لك أستاذ هذا الوقف هل يمكن أن نرى هنا ينجز لنا على أرض الواقع مستشفيات ومدارس وشامعات وننتقل ربما من الإعانات البسيطة إلى ما هو أشمل وأكبر باختصار شديد باختصار أظن أن الخير في هذا البلد والجالية والإسلام في فرنسا فيه خير كبير ومستقبل ظاهر وأنا أأمل خيرا ولكن علينا أن لا ننسى التاريخ فحاليا الوقت الحالي هو بناء مساجد كبرى لأن الحمد لله السياسة في فرنسية فتحت الباب لبناء مساجد الآن فترة بناء مؤسسات كبرى بعدين بناء مدارس بعدين إن شاء الله ستكون بناء مستشفيات مثل الجالية اليهودية الجالية اليهودية لها مستشفيات كبيرة للجالية ولغير الجالية معروفة بكفاءة الأطباء هنا أظن أن المسلمين بعدين سيدخلوا هذا الباب للمستشفيات وأخرى ولكن علينا أن نعطي الوقت للعمل الجمعاوي وأظن أن الآن مرينا شوط كبير في هذا الإطار طيب هذا ما نتمنى ونتمنى للجالية مزيدا من الخير ومزيدا من التكافل والعمل والعطاء في هذا البلد والتكافل خاصة فيما بينهم وبين غيرهم من كل مكونات المجتمع الذي يعيشنا فيه إذن مشاهدين للأفاضل إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة الشكر موصول للسيد عبدالصمد مريمي المنصق الوطني لمؤسسة لغاية الإسلامية أستاذ عبدالصمد شرفتنا أهلا وسهلا وشكر كذلك للسيد محمد هنيش أمين عام اتحاد الجمعية الإسلامية بضحية ساندوني أستاذ محمد أهلا وسهلا شرفتنا كما نشكر مدخلة محمد الغمقي وهو أستاذ وباحثاء في الشؤون الإسلامية نشكر له مدخلته ونشكر لكم مشاهدين الأفاضل حسن المتبعات والاهتمام نلقاكم في مناسبة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة